السلام هو حياتنا في رمضان السلام هو المعنى الكبير اللي احنا بنعيش به في رمضان وإحنا مستمرين في البحث عن نعمة السلام وبدأنا مبارح نتكلم عن إزاي نحيا مع أحبابنا والناس حوالينا في سلام فنتهيأ للعيش في جنة الحياة الأولى آه أنا بقول إن فيه جنتين جنة في الأولى قبل الجنة في الآخرة وليس معنى ده إن جنة الآخرة هي نفس جنة الأولى لكن إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا وربنا سبحانه وتعالى ما كانش فتح أبواب الجنة في رمضان إلا عشان نتيقن إن فيه باب مفتوح للجنة في الدنيا ومن أكتر الحاجات إن احنا ممكن نعيش بها في جنة في الدنيا هو السلام ومن أكتر المعاني اللي بتدي لحياتنا معنى وطعم ونحس فيها بالدفع وجود نفس جنبنا وجود نفس جنبنا بيطم من قلبنا ويبدد مخاوفنا وكمان يذهب وحشتنا وعشان كده إحنا محتاجين سلام مهم في حياتنا اسمه سلام الأنس سلام الأنس ده من أكتر الحاجات اللي الناس بتدور عليها الناس بتدور علي الأنس عشان تقدر تعيش ولذلك كان الاحتياج للأنس وجزء في حياة الناس وعشان كده وجود الأنس نعم من نعم ربنا الكبير الودود سبحانه وتعالى لأنه بيخلي الناس تقرب من بعضها وما يعيشوش في جزء منعزل عن بعض قفلت الباب اللي بيقفلها الولد على نفسه والأسرة كلها برا بتحسسهم بالوحشة بتحسسهم إنه هو انعزل عنهم وهو بيقعد يعاني ولغاية ما يختار هو عايز بوحشته إزاي بالشاشة اللي قدامه عشان كمان يضيع وحشته فيحاول يبحث عن أنس مع أمواج زرقه قدام عينيه لكن الناس بتدق أنسهم ببعض فجمال الأنس بيجي من أنسهم ببعض اللي ربنا وضعه في قلوبهم ما بينهم وما بين بعض في ناس وإحنا بنتكلم حسين بواجع الحلمان آه أنا عارف إن في ناس وإحنا بنتكلم دلوقتي حسين بواجع الحلمان حسين إنهم محرومين من الأنس إنهم عايشين في وحدة ووحشة حتى ولو حواليهم ناس كتير دلوقتي أكاد يكون أغلبنا بيعاني أو مر عليه مرارة الأحساس بالوحدة في استطلاع عمله مركز من مركز أبحاث مهمة لقياس الرأي العام ولقى إن واحد من كل أربعة بالغين في جميع أنحاء العالم عبروا بشعور بالوحدة الشديدة مش الوحدة العادية لكن الوحدة الشديدة الوحدة الشديدة اللي ممكن لو اتطورت تصل إلى الاكتئاب ودراسات بدأت ترصد إن الشعور بالوحدة والتعاسة بيساعد على سرعة الشيخوخة ويمكن عشان كده تلاقي شباب كتير عايشين معانا كأنهم معجزين عارفين يعني إيه معجزين؟ أنا بسميه عجز القلوب القلوب ساعات بتشيخ وكمان القلوب ساعات بتفقد شبابها وتحس بإن هي خلاص يلا حسن الختام لإن ما فيش حاجة في قلوبها ممكن تعيش له وما ببقاش فيه نظارة وما فيش حيوية في القلوب طب ليه بقى عندنا الوحشة بهذه الطريقة اللي ممكن تصل إلى التوحش في بعض الأحيين ومش قادرين نستقبل الأنس فيه شوية حجب مش حجاب واحد بس بتمنع قلوبنا إن احنا نشوف ونعيش بالأنس أول حجاب حجاب عدم قبول الناس إيه اللي بيخلي الإنسان قادر يستقبل الأنس وهو إنه يكون صاحب قبول للناس لأن القبول عامل بالزبط زي المفتاح اللي بيفتح القلوب عشان تستقبل الأنس عشان كده بدأنا بالكلام عن القبول مبارح لأن من غير القبول هيفضل بيننا وبين بعض حيطان سد بتمنعنا إن احنا نشوف بعض ولا نقرب من بعض وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعلمنا إن أحاسي الناس أخلاقا الذين هم يألفون ويألفون الحجاب التاني اللي بيخلينا ما نقدرشن نتلقى سلام الأنس حجاب وهم ندرة العلاقات أجي يقول لك هو فين الناس دلوقتي هو في حد طيب دلوقتي ففي كتير بيظنوا كتير من الناس بيظنوا إن العلاقات الحلقائية المتينة خلاص مش موجودة واللي نقدر نحس فيها إن وجودها في حياتنا أمان وسند ندرة أو تكد تكون مش موجودة مع إن العلاقات الصادقة موجودة حوالينا طول الوقت بس إحنا محتاجين نفتح قلوبنا بالقبول لأهلها واللي بنعيش معاهم لإن هم لازم يدخلوا علينا من باب القبول عشان نقدر نعيش معاهم بالأنس محتاجين نخرج من عزلتنا والقوضة اللي إحنا حبسين نفسنا فيها وقعدين وحدنا وقفلين على نفسنا وحرمين نفسنا من إن إحنا نحس بنعمة إن يجي حد يكلمنا وياخد بحسنا ونحس بالأنس معاه ونحس إنه جاي وكأنه جاي بنوم من عند ربنا الشعور ده شعور من مليان مدد من الله سبحانه وتعالى وده شعور جندي من جنود الله اللي بتحصل القلوب من الغم والهم لكن فيه ناس بتظن وبتعيش عمرها كله على إن الأنس مش موجود غير في الحب الرومانسي بس ولو ما فيش في حياتنا حب رومانسي يبقى عمرنا مع أن نحس بالأنس كلام كذب صحيح الحب الرومانسي هو بيجيب بعض الأحيين أنس لكن مش هو المسؤول عن بقاء الأنس المسؤول عن بقاء الأنس هو الحب الحياتي اللي فيه الناس بتعيش مع بعض في تفاصيل حياتها تحت ما ظلت رحمة ود الله فاكرين الراجل لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لقى الصحابة بيقول له إني لأ أحب فلان قال هل أخبرته؟ قال لا حضرة النبي قال له فذهب فأخبره عشان يحس بالأنس يحس أن فيه حد على الأرض بيحبه فيحس بالأنس فالأنس رحمة ود الله سبحانه وتعالى مش بتعيش في مبلغات المشاعر والوعود الحب الحقيقي والحب الحياتي هو اللي بيقى مسؤول عن الأنس وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعيش الحب في كل أركان حياته ما فيش حد إلا ونلاقي معاه حكاية حب جميلة سواء مع كل زوجة من زوجاته كل صاحب من أصحابه وبناته يا سلام على حب ستنا السيدة فاطمة البتول عليها السلام وأحفاده سيدنا الحسن والحسين وحبه وهو بيقبلهم وهو يشهد الناس على أنه هو بيحبهم وأحبابه وكل الناس وإحنا كمان كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيحبنا وبيبادلنا الحب ويقول لنا أنه هو مشتاء لنا صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم بيغرس الحب في كل موقف بالنظرة بالبسمة بالكلمة كان يجعل الحب يسري في كل موقف إيه ده في كل وقت مرة كان سيدنا حزيفة بن اليمن بيحكي جلست بجوار النبي وأنا أرتعد من البرد إيه اللي حصل فأحس بيه فبينما هو يصلي فتح النبي عباءته يا الله وأتخني معه في عباءتي فشعرت بالدفع لا 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 والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا لا زبط حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذا هذا الشعور مع هذا الصحابي إيه حتى اللقمة كان صلى الله عليه وسلم بيخليها مليئة بالحب حبه وأنسي فكان حضرته صلى الله عليه وسلم يطعم ستنا السيدة عائشة اللقمة في فمها بإيده الشريفة إيده الكريمة ويأكل ويشرب معها من نفس الموضع يقول لها شربت منين فتقول له هنا فتحكي السيدة عائشة إن كنت أشرب فأناوله سبق بيه هو أمي صلى الله عليه وسلم فيضع فاهو على موضع فيه وأتعرق العرق إيه اللي حصل أخذ اللحم من العرق العظم بأسناني يعني بتشد بتشد حتة اللحمة فرسول الله يقول لها إيدهاني فتناوله السيدة عائشة فيضع فمه على الموضع الذي أكلت منه السيدة عائشة اللحم ده مهم جداً إن احنا نعرف ده إن الحقيقة إن الحب الحياتي بيعمل ده لكن فيه حجاب مهم جداً اسمه حجاب التلاهي وعدم الحضور ليه دلوقتي بيزياد عايشين في واحدة شديدة لأننا بنحرم نفسنا من نعمة الأنس اللي ما بيطول تلاهينا عن أحبابنا ترجمة نانسي قنقر